ماشي ماشي أستاذ صفوات صباح الفل ألو السلام عليكم عليكم السلام أستاذ صفوات صباح الفل إزاي كيفان؟ إزاي حضرتك؟ إنت إيه الأخبار عاملين؟ الحمد لله تماما أستاذ صفوات العربي مقدم برنامج أبعاد أخرى تحياتي ليكم شفت حلقة من حلقات الجميلة كانت يعني سردنا الموضوع كورونا والدولة والأزمات اللي بتمر وكانت من أقوى الحلقات اللي أنا شفتها وأنت أضافها قوي جداً لقناة الصح والجمال والصفوات ربنا خليك فنم تحت عمر حضرتك شهادة أنا أعتز بيها فنم الله يخليك إنت معنا على الهواء مش عايز تقول أي رسالة لللي بيتابغونا؟ أنا طبعاً يعني تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيوف أنا مش شايف مين الضيوف اللي بيتابغونا؟ أنا الواحد أنا عارف إن حلاك مش متابعة احنا بس عاملين انطلاقة جديدة بشكل جديد فبنتواصل مع البرامج اللي موجودة في القناة خاصة البرامج المتميزة وبنشكرهم جداً بالتوفيق يا فنم لحضرتك ويا رب دايماً للقناة كلها أنا بتمنى لها التوفيق طبعاً وكل الزملاء التوفيق وبتمنى الأمان لمصر طبعاً الإعلام طبعاً عليه دور مهم جداً في التوعية وإن احنا نوصل يعني نؤدي الدور الإعلام اللي هو المفروض يتعامل الدور الإعلام اللي هو رسالة رسالة نحاول نغير سلوكيات الناس نحاول إن احنا نعلم أهلنا الحاجة المفيدة لهم اللي هو تحافظ عليهم وتحافظ على بلدنا نطور بلدنا إزاي إحنا نفسنا نبقى زي الدول الكبيرة مصرين كلهم نفسهم يبقوا زي الدول الكبيرة نفسهم يبقوا مصر دي دولة عظيمة وهي فعلاً دولة عظيمة أكيد دولة عظيمة وهي الحمد لله وقفة وقفة جد وظاهر إن احنا في وقت الشدة بنكون واحد وفي وقت الشدة بنقدر نعديها واحنا كمصرين لنا طبع خاص وإن شاء الله بإذن الله أزمة هتعدي وهتعدي هتخلينا أقوى وأقوى وأقوى تحياتي لك أستاذ صفوط تحياتي لك وصباح الفل عليك تحياتي لك تحياتي لك